بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم و مرحبا بكم في قناتكم و قناتي شي موادي زاد قبل ما نبدأ الرحب كامل بمشتركات جدد نقول لهم مرحبا بكم و ان شاء الله يعجبكم محتوى القناة اليوم جبتكم وصفة او العشاء شتوي اللي حيتكون من شربة عدس احمر مرفوقة بكوكا لكن الكوكا اليوم سوف نديرها بكوكا سهلة بزاف و بانسيو محشوها بجبن بكريمة بيضاء بجبن والشامبينيون بخوماج والشامبينيون والسوس بشامل ستكون مختلفة تماما على الكوكا اللي مالف نخدمها نبدأ بسم الله بالعجينة عندنا طل تفارينة خمس بيات جرام فارينة مغرف كبيرة تعمل مارغارين مغرف كبيرة سكر نصف مغرف ملح بياض بياض بيض مئتين ميليليتر تعماء بارد ثم غارف ميزينة و مئتين جرام مارغارين دو فايتاش نحن نحتاجهم من بات في المعالف نضيف الملح و السكر نضيف كامل المكونات على ذرباء نضيف مغرف كبيرة مارغارين و نضيف بياض الحبه على البيض و نضيف الصفاء بيض بلدوريو كي نكمل الوصفة نخلط الكل مع بعض نضيف بياض حبه عبير و نبدأ و نخلطه بالاصابع قبل ما نضيف الماء ننسيوا نفتو هذه المارغارين خلطوها مليح مع الفارينة حتى تتجانس وتولي عنا كي شغلو ننضيفه في انسابلي و نفتت مليح لمارغارين و نخلط كامل المكونات باش ما بيبقاش اثار للمارغارين في الفارين بعد باش نبدأ نزيد و ننضيف في الماء الماء كنا نعود لكم و هو متين مليليليتر من الماء كنا يجب ان تقوم بارد متين مليليليتر و تقصوها بكس مع غزوز خلط العجينة و نحطها و نضيفها و نحطها و نبدأ نعمل تساقط هنا هنا و نقوم بإضافة و نضيفتها و نضيفها في ثلجة و نضيفها لسبة الوقت و نقوم بيبق يوجد و نضيفها بإضافة نضعها في الثلاجة و نضعها في المطبخ نضع زوج مغافة زيت سوف نوجد سوب كابوية و الكوابة جوجات و زرودية بصل بوكي غرني و كاركاس 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 عدس أحمر لونتي كوغاي راس الحانوت فلفل كحال كوركم و ملح الزيت سخنت نضع كامل موكوينتها على سوب كامل في الكوكوت و نضيف عليهم التوابل و الملح يبقى دائم من احساب الذوق و من الأفضل من كثروش مغرف صغيرات على الملح نضيف الفلفل كحال و نضيف راس الحانوت هنا تبقى التوابل لحساب الذوق كل واحد و ذوقه لكن انا بدلت راس الحانوت كوركم بقدري ثاني تزيدي زنجبيل إذا يتبغي الزنجبيل يعطي له ماذا قشباب نخلط مليح نقلي مليح كما قلتكم انا حتي البويون و نقليه نقليه مليح و بعد نضيف العدس الأحمر لانتي كوراي لاني ديجا غسلته لازم تغسلهم ليه لاني ديجا غسلته نضيفه على الخضرات التوعية و نبدأ نقلي فيه كم توجه كامل و بعد نضيف لون ما غالي لازم يكون ما يغلي حتى نغطي كامل الخضر التاعي و من بعد نغلق عليه نقصله النار و نخليه يطيب و نضيفه و نضيفه و انا تحصلته على أحلى حساء مليح في الشتاء و مليح لهاد الأوقات و نضيفه يطيب و نضيفه يطيب و بعد نضيفه و نضيفه من القليل و نضيفه نضيف الطرف 200 جرام مارغارين دو فايتاش نضيف 100 جرام كل جزء نضيف 100 جرام و نضيف الرابي فيه فوق العجينة العجينة راني هنا حلتها على شكل مستطيل الرابي كامل لطول العجينة كما راكم تشاهدو اذا كنت نغابل بيانسيو المارغارين لازم تكون بردة و نضيف صفايا و نضيف مغرف و نضيف مارغارين و نضيف مارغارين فوق العجينة هذا يساعدني بيانسيو المارغارين من جهة و من جهة ثانية جيل فيتاش تحاش باب تعطيني انتخبو فيتاش و هذا الرابي كامل قلتوكم زوج مغرف مارغارينة مغرف مارغارينة للأولا و مغرف للبت الفانية و 100 جرام مارغارينة فيتاش 100 جرام للأجينة و 100 جرام للأجينة الثانية و نبقى نثني فيها هنا كما راكم تشوفوا بهذا الطريقة نثني فيها من الجهتين حتى نوصل إلى الوسط و يكونوا عندي جزء كما راكم تشوفوا بيانسيوغن نحيلها قعليك سي دفع غير هنا تقدرو تديرو هذا الطريقة تقلبوها هنا و لا تقدرو تديروها بطريقة لنحنضيها انا ما اثنيها و نعود نثنيها من تحت هذي طريقة سهلة باش نديروها بطريقة خلاسيكية اللي تعودنا عليها تديننا الوقت بزاف وتديننا الجهت ثاني بزاف هذي تعطينا نفس النتيجة باوهنا ينتنيتها كما تشوفوا نغلفها بانبا في فيل و نخليها في الثلاجة لمدة على الاقل ساعة نفس اللقاء العامة نديروه للعجينة الثانية بيانسيوغن في الثلاجة انا في مقلاة حطيت مغرفة زيت حطيت شوية بصل قطعة توركي و نزيد عليها 1 باكيت شامبينيون اللي راني ديجا مقطع نديرو نجيبو نزيدلو شوية ملح شوية فلفل اكحل هذا الشامبينيون حي نحتاجو في الفرس بيانسيوغن انا مجدى الكرام بشامل والا سوس بشامل تكون ثقيلة شوية وانا اجبت بكيفة الساعة اجبت لابات تاعمل في اللاجة اي بردت نحلها مره ثانية بيانسيوغن مجدى البلاتو اللي روح للفور انفرشتلو ديجا البابي فيل نجبت لابات تاعي نحلها على طول وعلى عرج السني اللي راني حنديرو في الفور هذي الجزء الاول ندير ندير بات تحت قاعدة ونزيد النوت قوبات نغلب بها الحشوة اللي راح ينديها في العجينة نحلها على طول على شكل مستطيل قلنا على نفس الشكل السني اللي راح نخدم به اللي راح نخدم به ورح احنا ميشقشت تاعبي هذي طريقة سهلة اللوي العجينة تاعي على الحلال ونجبت السني تاعي نغلط لكم البلاتو اللي راني ديجا فرشتلو بيتو ونحل العجينة تاعي على طول اللو بلاتو وما يشقشن بيكيه ولا ما يحتاج لان العجينة تريه ما تخافيش منها بطريقة سهلة كما راكم تشوفو ما فيشتاع بزه نفرش العجينة تاعي على طول اللو بلاتو ونسيو غاني حليت العجينة ثانية كما راكم تشوفو فاني حطتها في الغولو ونجيب متنا الفرس باش نحشي بيها الكوكا تاعي عندي الاسوس بشامل هنفرشها هي انفقو ميليو على كامل على طول العجينة تاعي هتكون كقاعدة تعطيلها مدقش باب وثاني زع ما قاعدة مليحة ترفدنا كامل الفرماج متخافيش الفرماج يسيحلك ولا يخرج كامل كامل على سطح العجينة تاعي ونبدأ اندير اندير الشامبينيون تاعي طيباته مع البصل ملح 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 المصدر الزونبورغر هنا قدرين تخورها اي نوع من العشوه تبغيها اريد اعطيتكم فكرة كيف رسيدينا الكوكا بالسوس بلانش كوكا بلا من نضيرها الاطماطيش ولا من نضيرها كبير المخصوة حماش نضيف الكوكا كالجمع لخفضها على حسب عدد الحبيبات كوكا لاني حادي نخدمهم ومن بعد نحط لابات الزوجة اللي راي دايج احليتها هني دايجتها في الحلال نعاود نغطي بها الكوكا التاعي على الطول ونبقى نصنح فيها ونحي كامل العجينة اللي راي زايدت لي على الجواني بتاع البلاتو التاعي لازم تكون خدمتك شوية متقونا متخافي هاش عادي نغطي العجينة تاعي مليح ونحي كامل بالموس نحي كامل ذاك الزوائد اللي راي على الطرف الفوق بيرسيو هنه هنراني شعلاتو لازم يكون الفوق سخون تعارفو بليلي بيزا يكو كايبوه بزاف الفوق سخون كيما تشوفو نحيت كامل للابات نحي كامل نحي كامل نحي كامل اللي تبقى تدخل بهذا الطريقة ومن بعد نجيب الجاندوف لاني خليته ديجا مقبل افكا مباشر نحي كامل على العجينة تاعي ومن بعد الموس نقطع كيما نديرو مع كوكا العادية نقطع نحرص باش يكونوا الاجزاء كامل كيف كيف باش يعطيني شكل جمالي شباب ونقطع من فوق حتى التحت حتى نوصل ومن بعد نحي كامل نحي كامل كي نحي كامل نحي كامل نقطع من فوق نقطع من فوق يمكنك اضاف فقط داريو حتى تقدير كي تقدير شكل جمالي كيف تزيد وكما قلتكم الفوق على 200 درجة يجب أن يكون سخون تدخل بساعة طيب اضطيطي من تحت تحميدي تحميره وهو العشاء على طاولة السوب كوغاي شربة العدس وهو نقسم منكم حبام الكوكا طابة هايلا كروستيانت بنينا ان شاء الله تجربوها وتتمتعوا بها وان شاء الله الفيديو تاني يوم عجبتكم وما بقى لي غير نقول لكم بقى على خير وانا بخوشة ان شاء الله